كثيرة هي تلك اللحظات التي نعيد فيها أنفسنا بغد أفضل، بحياة أفضل، سأتعافى من الإدمان، سأحاول مجددا، سأولد مجددا لكن سرعان ما نكتشف أنها ليست سوى لحظات من الحماس الزائد الحاصل بمؤثر ما ونعود مجددا لتلك الحياة التي نعي مدى بؤسها لأننا لا نملك القدرة والإرادة الكافية للخروج من أنياب تلك السين الحالمة الوعي لازم لمواجهة العديد من الأسئلة الدفينة بداخلنا والتي قد تخرجنا من تلك المغارة الآمنة التي نهاب الحياة خارجها لا أحد سيهبنا تلك الحياة التي لا ظلم حالمنا بها في نومنا ويقظتنا لا وجود لذلك الملاك الذي سيحلق بنا بعيدا عن كل هذه القضاءة إن ذلك الطريق المظلم الذي كان علينا أن نسلكه منذ زمن طويل هو الآن مظلم وسيظل كذلك ولم يضيئه أي أحد آخر سوان لهذا علينا أن نتجرأ ونسلكه علينا أن نخلص ذواتنا من ذلك الفراغ الرهيب الذي يحتويها من القضارة التي تحيط بها قبل أن يبتلعها الزمن علينا أن ندرك ونعي أن تلك المغارة الآمنة هي الخطر بحد ذاته هي العدم بعينه ألم نخسر الكثير ونحن ننتظر مباركة ذلك الإنسان الحكيم الذي لا نخطو خطوة واحدة دون موافقته ألم يحن الوقت لنجعل أدمغتنا تفكر في حلول منطقية للخروج من هذه الأزمة الروحية التي نعيشها إن لا تتحقق تلك الحياة الجديدة إلا بروح كونية طواق من الإبداع للعطاء حان الوقت لنستعيد عقولنا حواسنا أن نتصرف وفق قناعاتنا أن يبارك كل النفس ويمضي قدما أن يتحمل كل استعاب لأجل تلك الحياة الجديدة يقول أديب الروسي العملاق دوستايوبسكي علينا أن نتألم حتى النهاية في سبيل سعادتنا المقبلة علينا أن نشتريها بآلام جديدة إن الألم يطهر كل شيء سلام